خلاص 24 ساعة وينتهي موسم طويل جدا 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 موسم مش بس اللعيبة اللي وجهدت وجالها إرهاق لعيبة وجماهير وإعلاميين وكل حد مهتم أو داخل منظومة الكرة المصرية بكرة إن شاء الله نحسم الموضوع بدأ من 25 أكتوبر السنة اللي فاتت يعني خلاص فاضل كم شهر أو شهر ونص ويقفل سنة إن شاء الله عليه دوري مش عايز يخلص إن شاء الله بكرة آخر لقاء لنادي الزمالك بكرة عندنا ماتش هو الأخير أمام أسترن كامبني ماتش هنشوف فيه مجموعة كبيرة جدا جدا من الشباب زي ما احنا شفنا البروف الماتش اللي قبل ده كان آه فيه لعبة من الشباب ولكن كان فيه معاهم بعض الأسماء الكبيرة زي أوباما زي أسلام جابر زي عواد زي 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 ولكن البروفيسير فريرا قرر يدي راحة لكل اللعيبة اللي كانت موجودة في الدوري ويبدأ بقى يشوف اللي ماتش الجاي ويديه بالكامل للعيبة الشباب ومن شئ نادي الزمالك ومن أبناء نادي الزمالك هما دول المستقبل هو الراجل جاي يدي فرصة للشباب عارف إمكانياتهم مش مهم عندي نتيجة في ماتش بكر ولني يكون صريح معاكم خلص أنا حاسم الدوري أنا سعيد أنا بحتفل ولكن يهمني إن أنا مخسرش يعني إيه يا عضا ما يهمنيش النتيجة بس يهمني مخسرش يهمني أحافظ على سلسلة اللي هزيمة يهمني أحافظ على سلسلة اللي أنا مخسرش سلسلة كبيرة جدة من قبل ماتش الأهلي بتاعتين اتنين وماتشين تلاتة تقريبا معاديين 17 أو 16 ماتش بلا هزيمة يليد تحد يصحح لي معلومة ويقول لي كم ماتش بالتحديد 18 مباراة على التوالي اللي يحقوني يا عطف الكنترول 18 مباراة على التوالي بدون هزيمة عايزة أفلهم 19 ونبدأ نخش في الموسم الجاي وبقيت البطولات وبردو بلا هزيمة طب معنا الكلام ده إيه هل هندي اللعيبة ضغط لا خالص فرير أتكلم مع اللعيبة قال لهم يا شباب عايزكوا تنزلوا تستمتعوا أول حاجة وتعرفوا الجماهير بنفسكو كل واحد ينزل لقول الجمهور أنا هو أنا ابن النادي أنا كان نفس أكون هنا كل واحد فيهم كان حلمه يكون موجود مع الفريق الأول كل واحد فيهم كان حلمه يلعب مع الفريق الأول ويتدرب مع الفريق الأول ويا سلام مع بروف كبير فريرة فهم هيكونوا موجودين هيلعبوا بشكل كبير جدا وماتش على فكرة مش هيكون سهل أسترن خلاص هبط ولكن هيلعب بقوة كبيرة جدا عايز يثبت نفسه لعيبة أسترن عايز أبين نفسه خلاص بعزين يسواءوا نفسهم بعد الهبوط الرسمي كمان عايزين يتلعب أفضل شكل ممكن آخر ماتش اليوم في الدوري مع بطل الدوري اسم كبير نادي الزمالك فعايزين يستغلوا فرصة أن ما فيش لعيبة كبيرة عايزين يستغلوا فرصة أن كل اللي موجودين لعيبة شباب فنتغطهم ونلعب جامد ونحاول نعمل نتيجة ولكن إحنا لعبتنا كبيرة شبابنا رجالة وناشئين الزمالك كبار جدا وأكيد هيكون عندهم طموح زي ما إسترن عنده طموح إسترن عنده طموح يعمل نتيجة والزمالك عنده طموح وناشئين وشباب الزمالك عندهم طموح كبير جدا خصوصا أن أنت عارف آخر ماتش في الدوري بكرة كل الزمالك ويقعدين بيتفرجوا هيتابعوا اللقاء إن شاء الله يكتبوا تاريخ لنفسهم اللعيبة الشباب كلنا ثقة فيهم كلنا ثقة في مستر فرير أنه هيتعامل مع الشباب دول بأفضل طريقة كلنا ثقة أنه هو يقدر يوصل لهم كل حاجة عنده هيقدر يخليهم عندهم ثقة ما لهاش حدود هيتكلم معهم كمان عن كل حاجة داخل ملعب اللعيبة هتتعلم كتير كتير جدا من فريرا كمان يعلم ممكن نشوف منهم اسم أو اتنين يعجب بهم فريرا ويكملوا معاه في الفترة اللي جاية هو ده اللي احنا محتاجينه ولادنا يكونوا موجودين ولادنا يظهروا ولاد النادي اللي يستحقوا يطلعوا من الناشئين للفرستين يكونوا موجودين وشوفنا كتير ولسه هنشوف بكرة وأنا هكون سعيد جدا أنا أقعب أتفرج على الشباب الزمالك رسالة لناشئين وشباب الزمالك اللي هلعبوا بكرة احنا منتظرينكم احنا مستنينكم احنا بكرة وصقين فيكم هنقعنا نتفرج وإحنا كلنا دعم لكم عملتوا نتيجة إيجابية لقدر الله حصل أي نتيجة سلبية هندعمكم وعارفيننا عندكم كتير جدا وهتقدروا ان شاء الله تعملوا بكرة نتيجة إيجابية واتكملوا سلسلة الانتصارات ده مش كلامي الوحدي ده كمال كلام مستر فريرا مستر فريرا تكلم مع اللعيب وقال لهم ماتش يوم الثلاث الأخير عايزوا انتصار الراجل ما بيهزرش آه أنا كسبت الدوري ولكن مش هخصر عايز أفوز هو ده اللي احنا محتاجينه كمان الزمالك مش بس يبقى استعد على آخر لقاء للدول لا فيه أكتر من استعداد كلهم تابعين طبعا استعدادات بطل الدولة المصري لديت زمالك لكأس لسيل ان شاء الله الزمالك هيخوض تدريبات بقائمة الكاملة يوم 3 سبتمبر اللي جاي كل اللعيبة هتكون موجودة وجاهزة استعدادا لكأس لسيل قدام الهلال السعودي يوم 9 سبتمبر ماتش ده ليه أكتر من أهمية ماتش ديه أكتر من بعض ديك أكتر من حاجة مهمة أول حاجة ده ماتش احتفالي كبير جدا 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 ماتش عالمي العالم كله هيتفرج على الزمالك والهلال العالم كله هينتظر افتتاحية قوية جدا لستاد لوسيل اللي هتلاقي فيه كأس العالم ومن أكبر ملاعب كأس العالم وهيكون فيه نهاية كأس العالم ماتش ده بروفا لماتش التنظيم بتاع الكأس العالم وتنظيم مبروقة كأس العالم وتنظيم لفاعلنا الكأس العالم فحاجة في منتهى الجماد ماتش عالمي بكل المخاييس وكمان ازداد عالمية بوجود الزمالك والهلال فرقتين من أكتر الفرق اللي هيها شعبية في المنطر العربي وفي قارة أسيا وقارة أفريقيا فرقتين كبار جدا 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 حدس ولا حرج على طول انبارح الناس ببتتكلم فأقل من كام يوم بيع أكتر من ستين ألف تسكرة ويتلاقي ما نحن نتكلم مع بعض بقى سبعين ألف بكرة يتلاقي خلاص الدنيا كومبليتر استادت أفل كل حاجة الناس بتجرع ليه في أول ساعة بس يا جماعة اتباع عشرين ألف تسكرة ده يبين قدي إيه اليوم ده مهم قدي إيه جامهير الزمالك وجامهير الهلال بتتهافت تكون موجودة مش بس الناس اللي في قطر لا اللي جاي من سعودية واللي جاي من مصر واللي جاي من دول تانية غير اللعيبة الكبيرة والنجوم الكبيرة اللي يكون موجودة غير طبعا رئيس الفيفا غير رؤساء الاتحادات اللي موجودة القرية أسماء كتير وأسماء كبيرة جدا يكون موجودة حفل افتتاحي كبير جدا يكون في مفاجآت ونجوم كتير أكيد مصر فريرا بيستعد كمان اليوم ده اليوم ده مش بس احتفال وشكل جميل لا كمان اللعيب عايزة تحتفل وتفوز وأنا الزمالك بحتفل مع الفوز رايح أه احتفل وماتش احتفالي وكرنفال كبير جدا عربي عالمي مهم جدا لنال الزمالك والنادي الهلال ولكن الماتش داخل الملعب هيكون شارس الهلال فرقة مسهلة أبدا أبدا فرقة قوية عندها مقاومات جمدة جدا لعيبة قوية جدا نفس الكلام الزمالك شخصية الزمالك اسم البطل فريرا حاجات كتير لعبتنا المميزة هنشوف كورة ممتعة وإن شاء الله نشوف لقاء يعني كبير جدا فوزة الجمال والتصوير والملعب الخيالي اللي هنشوفه إن شاء الله مع بعض يوم تسعة تسعة وإن شاء الله يكون الفوز من نصيب نادي الزمالك